قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم باتنا يتألق مجددا بهدف رائع ويواصل إحراج الريقراكي قبل انطلاق الكون حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم مركز عبد الرزاق حمد الله مع المنتخب المغربي في خطر وهذا بديلها والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيمي الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار باتنا يتألق مجددا بهدف رائع ويواصل إحراج الريقراكي قبل انطلاق الكون واصل النجم المغربي مراد باتنا تألقه بالدور السعودي بعدما قد فريق الفتح إلى تحقيق فوز جديد وهذه المرة على ضيف أبهب ربعية موقع بهدف واحد خلال المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة العاشرة من دور روشن السعودي وتمكن باتنا من افتتاح حصة التسجيل في الضاقيق الواحد والعشرين من عمر الشاط الأول رفعا رصده التهديف إلى سبعة أهداف وبفارق ثلاث أهداف فقط عن المتصدر كريستيانو رونالدو ووصل باتنا مسيرته الموافقة هذا الموسم هو ما جعل عددا من المتتبعين ينادون بضرورة منحه فرصة الالتحاق بالنخبة المغربية مطالبين ريجراجي بضمه إلى المعسكر القادم للأسود من أجل الاستفادة من تألقه الحالي حكيمي أفضل ظهر أيمن في العالم تصدر الدولي المغربي أشرف حكيمي لعب باريسون جارمان الفرنسي لإكرة القدم قائمة أفضل ظهر أيمن في العالم ووفق مؤشر البيانات داتافوت فحكيمي يعد أفضل ظهر أيمن في العالم بمئة نقطة منتفوقا على نجوم الفرق الأوروبي وقد تم الاعتماد في هذا التصنيف على إحصائية اللاعبين هجوميا ودفاعيا إلى جانب دقة التمريرات وقضع الكرة فضلا عن المساهمات في بناء الهجمات وتطور اللاعبين في المباريات ويبصم اللاعب المغربي على مستوية جيدة هذا الموسم مع باريسون جارمان حيث تلق في عشر مباريات في مختلف المسابقة التي اشترك فيها بتسجيله أربعة أهداف ومساهمته في أخرين خبر عاجل تواجد عبد رزاق حمد الله مع المنتخب المغربي في خطر وهذا بدله بات الاستبعاد عن المنتخب المغربي في كأس أمم إفراقيا الكوديفورة 2023 يهدد الدولي المغربي في الصفوف نادي حجد السعودية عبد رزاق حمد الله ولم يقدم حمد الله مبارية مهمة منذ حدته للميادين بعد إصابة على مستوى الكتف وبدأ حمد الله الموسم الجاري بشكل جيد قبل أن يتراجع في الأسبوع الأخيرة الضهر بشكل سيء بدنيا ما جعل جماهر فريقه تطالبه بالرحيل عن الفريق حيث تراجع أداء اللاعب بشكل مهول وتوقفت نتائجه في الجولة الخامسة عند الهدف الخامس فقط وفي موقع بالتراجع أداء حمد الله خطف أيوب الكعبي الأنظار بعدما نجح في استغلال الفرصة أحسن استغلال خلال مباراة الكوديفور وليبيريا ما جعل الناخب الوطني والليدرقراجي يشيد بأدائه كثيرا بل الأكثر من ذلك فإن مساعد مدرب المنتخب الوطني والليدرقراجي قد لمح إلى أن الكعبي سيكون في كأس إفراقية بشكل رسمي ويحسم الناخب الوطني والليدرقراجي شهر نومبر القادم بشكل كبير في اللائحة النهائية التي ستعزز صفوف المنتخب المغربي في بطولة إفراقية للأمم أنوار الغازي يرفض الاعتدار لدعم فلسطين وماينز يستنجد بوكيل أعمالها ينتظر أنوار الغازي صاحب الأصول المغربية اجتماعا حسما مع إدارة ناديه ماينز الألماني يوم الاثنين المقبلة لإجاد مخرج للخلاف الذين شببينهما على خلفية منشور ناصر فيها اللاعب المغربي القضية الفلسطينية فإذا للإهتداءات الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطع غزة منذ السابع من أكتوبر الحالية وتشهد علاقة اللاعب أنوار الغازي وناديه ماينز الألماني توطر حدا منذ الأسبوع ولا سيما بعدما عبر اللاعب المغربي عن تشبوته بمواقفه ومبادئها رغم الضغوط التي تمارس عليه من قبل الإعلام الألماني والمعادي للقضية الفلسطينية وتعليقا على الحالة النفسية لللاعب أنوار الغازي بعد الهجوم عليه من بعض اللوبيات المتطرفة في ألمانيا أوضح ولده في تصريح لموقع العرب الجديدة أن ابنه هادئ ويدرك جيدا ما ينبغي القيام به في مثل هذه المواقف الصعبة رغم دخول بعض الأطراف لإقناعه بالتراجع عن دعمه لفلسطين إلا أنه يرفض رفضا قاطعا التخلي عن مناصرة قضيته التي أمن بها منذ صغرها وتبع المصدر ذاكرا يحاول نادي ماينس الألماني إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي خلفت جدلا كبيرا بعدما وجد نفسه في ورطة قانونية واستنجد بوكيل أعمال أنوار حتى يقنعه بالاعتدار عما بضر منها من دون أن يتمكن من ذلك نظر لتشبوت أنوار الغازي بموقفه التابت إزاء القضية الفلسطينية من جهة ورغبته في فص عقده من ناحية تانية فهو لا يريد الاستمرار بالنادي الذي أهانه بعد منعه من التدريبات ولا يحترم قناعاتها واختتم محمد الغازي في حديثه لموقع العرب الجديد بأنه فخور بموقف ابنه ومناصرته للشعب الفلسطيني ولن يتردد في دعمه أمام الاعتداءات المتوصلة للكيان الصهيوني في قطع غزة والجذر بالذكر أن محاميين عربيين سيرافقاً اللاعب أنوار الغازي في اجتماعه مع إدارة ناديه ماينز الألماني يوم الإثنين المقبلة من أجل الدفاع هو أيضاً لتسريع وثيرة حصوله على جميع مستحقاته المتبقية في عقدها الذي يمتد لموسمين الجامعة الملكية تبعت بتقرار مفصل عن حالة زياش لفارقها بعثت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقرار طبياً مفصلاً إلى إدارة نادي غلطة سريع التركية حول الحالة الصحية لللاعب المغربي حكيم زياش الذي شارك في معسكر المنتخب الوطني المغربي وفقاً للمصادر فوق الطلب النادي التركي من زياش العودة إلى تركيا للعلاج لكن الطبيب الوطني رفض الطلب وأوصى بالعلاج برفقة المنتخب الوطني وبعد تدخل المدير الفني للمنتخب المغربي وليد راقراكي تم التأكيد على أهمية مشاركة زياش مع المنتخب الوطني من النحية النفسية واستشهدوا بتجربة لاعب آخر السمر في المشاركة في كأس العالم رغم إصابتها وأخيراً وفق النادي التركي على عودة زياش للعلاج شارطة عدم مشاركته في المبارتين وتزويدهم بتفاصيل العلاج الذي تلقاه مع المنتخب الوطني حيث قدمت الجامعة الوطنية طاقماً طبياً خاصة لمساعدة زياش في مراحل علاجه وتأهله بدنياً وبعد تدخل المدير الفني للمنتخب المغربي وليد راقراكي تم التأكيد على أهمية مشاركة زياش مع المنتخب الوطني من النحية النفسية واستشهدوا بتجربة لاعب آخر السمر في المشاركة في كأس العالم رغم إصابتها وأخيراً وفق النادي التركي على عودة زياش للعلاج شارطة عدم مشاركته في المبارتين وتزويدهم بتفاصيل العلاج الذي تلقاه مع المنتخب الوطني حيث قدمت الجامعة الوطنية طاقماً طبياً خاصة لمساعدة زياش في مراحل علاجه وتأهله بدنياً إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم باتنا يتألق مجدداً بهدف رائع ويواصل إحراج الرقراكي قبل انطلاق الكون حكيمي أفضل وظهير أيمن في العالم مركز عبد الرزاق حمد الله مع المنتخب المغربي في خطر وهذا بدلوها والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زيال الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار